أقامت منطقة حوالي الصحية في مركز صباح السلام الصحي التخصصي صباح اليوم برنامجاً تدريبياً لمعالجة الجروح المزمنة والعناية بالقدم السكري لأعضاء الهيئة التمريضية على مستوى جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة وبدورها أكدت رئيسة المركز ورئيسة فريق السكر بلجنة تطوير الأداء بالمنطقة الدكتورة زهر حسين أن البرنامج يعتبر جزءاً من سلسلة البرامج العلمية التي يقوم الفريق بتنظيمها في منطقة حوالي بالتنسيق مع رابطة معالجة الجروح والقدم السكري الكويتية اليوم تم تنظيم محاضرة وورشة عمل للهيئة التمريضية لتعرف على أهم المستجدات للعلاج الجروح والعناية بقدم مريض السكر البرنامج هو عبارة عن سكريننج اليوم راح نعلمهم طريقة سكريننج هي الفحص المبكر عن أي حالات قدم سكري في المستقبل